هذه النشرة برعاية جس شبول اس اي موبلر دين تالي زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي تبدي استعدادها للتعاون مع حزب اس دي اليمني المتطرف وسط انتقادات من احزاب عدة مقتل ثلاثة سويديات من عناصر داعش مع اطفالهن ستة في هجوم شرقي سوريا اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار الكمبس ابدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي السويدي ايبا بوشتور انفتاحها على التعاون مع حزب سوريا ديمقراطنا اليمني المتطرف في قضايا سياسية مختلفة فيما رحب زعيم حزب الاس دي يمي اكسون بهذه الخطوة وقالت بوشتور في منشور لها على صفحتها في موقع الفيسبوك اليوم ان مجلس حزبها قرر انه يجب ان يكون قادرا على التحدث مع جميع الاحزاب البرلمانية بما في ذلك حزب سوريا ديمقراطنا وحزب اليسار من اجل طلب الدعم لمختلف القضايا السياسية لكن بوشتور اكدت ان ذلك لا يعني الدخول في كتلة حزبية جديدة ومن جهاته ابدى رئيس حزب الليبراليين يان بيركلوند حزنه الشديد من رسالة بوشتور قائلا انها ربما قد تكون الخطوة الاولى نحو الكتلة المحافظة التي يحلم الاس دي بها كما صدر موقف مشابه من زعيمة حزب الوسط اني لوف قالت صحيفة الافتنبولادت اليوم ان ثلاثة نساء سويديات من عناصر تنظيم داعش واطفالهن الستة قتلنا في هجوم بالقذائف على اخر معاقل هذا التنظيم في سوريا وحسب الصحيفة فان الهجوم كان وقع يوم الاثنين الماضي عندما كانت النسوة تختبئن مع اطفالهن الستة في خيمة سقطت عليها قذيفة يذكر انه يوجد العديد من حاملية الجنسية السويدية في صفوف تنظيم داعش الارهابي المحاصرين في بلدات باغوز شرقي سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية قسد حيث يرفض هؤلاء الاستسلام فيما سلمت مؤخرا ثلاث نساء سويديات اخريات انفسهن مع اولادهن الى القوات الكردية في مخيم الهول قالت او هاجمت نقابة عمال الورقة السويدية سياسة حكومة استفان لوفين بعد التسوية التي اجرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع حزبي الوسط والليبراليين وذلك قبل يوم من مؤتمر الحزب الاشتراكي وقال ماتس يوتشترم وهو رئيس النقابة ان هذه الحكومة ليست على الاطلاق حكومة اشتراكية ديمقراطية انما هي شيء اخر حسب وصفه وكانت قرارات الحكومة بتخفيض الضرائب على اصحاب الدخل العالي واعاقة بعض القوانين الخاصة بحماية الموظفين قد اثارت اغضب كل من نقابة الورق ونقابتي البناء والدهانين في البلاد قالت شرطة مدينة اقليم سكونة جنوبي السويد اليوم انه سيتم تعيين المزيد من عناصر شرطة المرور في مدن المنطقة الجنوبية وذلك بعد تزايد اعداد قتل حوادث السير هناك فحسب احدث الاحصائيات توفي العام الماضي 82 شخصا وصيب 433 اخرون باضرار بالغة جراء حوادث مرورية مختلفة ووفق تلفزيون السويد فانه سيتم في الفترة المقبلة اجراء المزيد من الفحوصات وكذلك الاختبارات لعناصر جدد في سلك الشرطة المرورية كما انه من المقرر تخفض متوسط السرعة القصوى في شأن اخر رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين يقول ان السويد تؤيد طلب بريطانيا تمديد الموعد النهائي لمغادرتها الاتحاد الاوروبي وذلك قبل قمة الاتحاد اليوم الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث ناشدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تريزا مي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبلغ عددها 27 دولة قبول طلبها بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة ثلاثة اشهر اخيرا قالت شركة فيسبوك في بيان جديد اليوم الخميس بعد الهجوم على مسجدين في نيوزلندا الاسبوع الماضي انها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها الشركة اكدت انها تتصدى لأكثر من مائتي منظمة على مستوى العالم تؤمن بتميز العرق الابيض وانها تعمل على ازالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الالي الشركة اضافت ان انظمتها للرصد الالي لم تعمل تلقائيا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على احد المسجدين في نيوزلندا حسب قولها ماذا في اخبار التقسي يوم الغد نهاية هذه النشرة تحية من الكمبس لكل الامهات في مناسبة عيد الام الى اللقاء هذه النشرة برعاية جس شبول اس اي موبلر دين تالي